السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو تانات عنها اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول اللي علي أفضل الصلوات اليوم سنشارك معكم تحلية صيفية تحلية بردة بضوق الفانيلا والشيكولة نقدر نقول عليها تحلية طبقات الاقتصادية بكونات موجودة في كل بيت تحضرها في وقفة من تعليل الاهله وكما أقول لكم هذة تحلية بردة منعشة تبرد القلب في هذ الصيف رح تفرحي بها عائلتك وخصوصا أطفالك لازم تجربها وكي تجربوها أبعثوا لي تطبيقاتكم لوصفاتي وأيضا ما تنسوش تخليوا لي أراكم في التعليقات خليكم على الصم وشاهدة متعال جميع وش نحتاجه كمقادر طبقة الأولى عندي جو حبة نتاع البيض يكونوا بدرجة حالة الغرفة ست ملاعق نتاع زياد نباتي قرصة ملح ملعقة كبيرة تاع كاكا وبوني ست ملاعق نتاع أكل حليب وست ملاعقة السكر كريستاليزي سكر العادي كيس خميرة كيميائية كيس فانيلا وعندي ست ملاعق نتاع الفارينا نقدروا نقولوا على هذ الطبقة الأولى تعالى جينواز يعني مخدومة بست ملاعق في ريسيبيون حطوش حبة نتاع البيض يكونوا بدرجة حالة الغرفة نزيدوا أيضا قرصة تاع ملح نزيدوا ست ملاعق نتاع السكر ونبدأ ونخلطوه هنا فقط بالفويت حبو دلوباتي نزيدوا ست ملاعق نتاع الزيت ونخلطوه كل ما نضيفه مكون كل ما نخلطوه جيدا مع ذاك الخليط السابق نضيفه أيضا ست ملاعق انتاع حليب يكون بارد عندي أيضا كيس تاع فانيلا أنا استعملت صفبال ايديال ونخلط جيدا نزيد نضيف أيضا ملعقة انتاع الكاكاو يعني اللاجين واسعنا راي من السماء بالفانيلا وبالكاكاو ونضيف أيضا كيس تاع خميرة كيميائية من صفبال ايديال طبيعة الحال واخر حاجة راح نغرب له الفانيلا ما تنسوش أيضا تغرب له الكاكاو وراح نخلطوه هاد المكوينة كامل جيدا حتى ان ينسجمو بهذا الطريقة فقط بالفوي كما قلتكم تحبوا تديروا بباطر هذا يرجع ليكم ولا في البيتران هذا يرجع ليكم حتى نتحصلوا له هاد القوام من بعد نجيبوه لهنا السرسو اللي يكون القطر تاعه 30 سنتيمتر كما ممكن تديرو 25 إذا حبيتوها تكون طلعة أكثر ترتلو الأليمينيوم وزدرتلو البابيو دي كويسان من تحتها فوتها الفرن أعلى 180 درجة كي نشوفها طابة نشعلها من الفوق حوالي 5 دقائق ونطفي عليها ونشربوها بكاس حليب مع زوج ملاق نتاع القهوة ونحطوها على جهام بعد من جهة أخرى بنسبة الطبقة الثانية عندي نص سيطرة من تاع الحليب ندرها في كاسرونة وعندي هنا فلون من صفبال ايديال ذوق الفانيلا اللي هنا الفلون تعنا هذا العلبة فيها 100 غرام أنا راح ندير غير 50 غرام يعني نص الكيس نص كيس تاع فلون فانيلا ونزيد أيضا نضيف ملعقة انتان شا نضيف ملعقة تاع السكر وعندي هنا أيضا علبة تاياورت بذوق الكرامل انتم ما استعملوا أي نوعية كانت موجودة عندكم في الدار نخلطو هاد المكوينات جيدا مع بعض حتى ينسجمو برد في برد من بعد نحطوها مباشرة على النار مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط ويصبح بهذا القوام من بعد هنا نجيبوا اللاجين واسعنا ونفرغوا عليها الطبقة الأولى تعنات على الفلون من بعد نخليها على جهة تبرد أو فث اللاجين لمدة نصف ساعة من جاء أخرى بنفس الطريقة نخدموا الطبقة الثانية ولكن بذوق الشيكولة عندي نص طرة تحليب ملعقة انتان شا ملعقة انتع سكر نزيدوا أيضا نضيفوا علبة انتع يورت أي نوعية كانت موجودة عندكم تكون بذوق الشيكولة ونضيفوا أيضا الفلون من صفة الإديال نضيفوا نصف كيس كما قلت لكم هذه العلبة هذه الفلون فيها 100 غرام احنا نحتاجوا في نص طرة 50 غرام فقط والكيس هذا فيه 100 غرام لازم نديروا نصف كيس فقط والنصف الآخر نحتاجوه من بعد للطبقة الأخيرة نخلطوا كل شي بارد في بارد من بعد نحطوها مباشرة على النار مع التحريك المستمر كما قلت لكم كما اخدمنا الطبقة الثانية حتى نتحصلوا علاقهم ليكون ثقيل بهذا القوام من بعد اللي هنا نجيبوا القطوة أو تحلية تعنا بعد ما حكمت الطبقة الثانية روحها مليح نزلوا نديروا الطبقة الثالثة كما اشتو خدمت بالملعقة باش ما نخسروا الش طبقة الثانية ونحطوها في الثلاجة أيضا لمدة نصف ساعة أخرى باش تحكموا روحها مليح بنسبة للطبقة الرابعة والأخيرة عندي كاس ونصف تعل الماء يكون بارد مع ملعقة متوسطة نتعقه وسريحة الذوابن وعندي 50 غرام نخلطه كل شبارد في برد نحطها على النار مع خليط المستمر حتى نشوفوا الخليط بدأ يغلي من بعد اللي هنا نروحوا التحلية نجيبوا قطو يكون بذوق الفانيلا نحطوا ثمان حبات أنا حتى ثمان حبات باش نبعد يكي نقسمهم جينا كل طرنش فيها حبه ونفرغوا هذك هذك الخليط كطبقة رابعة ونخليوها في الثلاجة حتى نتحكم روحها مليح من بعد اللي هنا ندمولي وهنا نمشيو الموسع اللي جوانب باش كنبغون نديموليو التحلية دعنا نحاب فاسيلمو شوفوا اللي هنا بعد ما نحينا هذك السرسو التحلية دعنا وضحة طبقة دعنا مم شاء الله ضوقها خيالي وكي ما قلتكم أعطيوها وقتها برك باش تبرد والهنا رح نقسمها معاكم يجي كل طرنش وحدو ما تفزد ما تروح ما تجي وكي ما قلتكم تحلية صيفية بردة اقتصادية بموكونات موجودة في كل بيت ما كاشر ما عندوش في الدار الفلون وانا اليوم راني خليت هذ التحدي مع صفبال اديال وقبلت التحدي ودرت معكم هذ التحلية يعني تشالينج كان يعني في القيمة ما شاء الله اذا وصلنا لنهاية هذ الفيديو ما قلنا نقول لكم شاهدكم بالصحة نتلاقوا في عد اخر ما تنسوش تدعموني في الانستغرام لكم تشوفوا في اسفل الشاشة وايضا ما تنسوش تخليوا لي اراكم في التعليقات بارتاجيوا فيديو ماكسيموم مع الاصدقاء والاحباب ذو كراحن نعطيكم لا تيكستور وهذه هي النتيجة طالوا في رواحكم والسلام عليكم